بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هنفتح الموبايل وهنشوف ايه اللي تم فيه بخصوص الابديت اللي حصر اهم عنصر في الابديت او اهم حاجة حصرت في الابديت في موضوع الستنج قائمة الستنج قائمة الستنج دلوقتي بقت بدل ما هو الاتمز نفسها عبارة عن ايتمز مترصصة في قائمة واحدة وعلشان تدور على حاجة بتبدي تعمل تسحب الشاشة الفوق والتحت الحد تلاقي الحاجة اللي انت عايزها لا بقى اسلوب البروزنج بتاعها افضل كل مجموعة من الايتمز بقى ليها عنوان يعني مثلا الاسوف اكسس والنافجيشن بار والسبيتش تحت كلمة امبوت زائد اكسسابالتي واللوكيشن والفايند مي فون والادفيرتايزنج ايدي والفيدباك والأب بريميشن تحت كلمة البروزنج الجميل برضو ان انا لو حبيت اشوف التايتلز الرئيسية لكل المجموعات دي زي البروزنج والإنبوت زائد الاكسسابالتي والتايم واللانجوج اذا حبيت بصوالهم كلوه ادوس على واحد من دول هيطلع لي العلوين الرئيسية اللي اختار منها واحد يطلع لي الحاجات اللي تحت ده حاجة التانية لو انا حبيت ادور على اوبشن او ادور على ايتم معين في كل السيتنج بمجرد ندوس البحث الخاص بها وهكتب مثلا هيطلع لي WI هيطلع لي WI على طول لو تلاحظوا برضو W بس بتطلع كل حاجة فيها كلمة W او بتبتدي بالW دي كانت اهم حاجة او اكبر حاجة في التحديث التدريجي للويندوز 4 لان احنا اتفقنا ان لو حدست تحديث كامل فهتعرض جهازك للحاجات اللي تم معالجتها والحاجات اللي لم تتم معالجتها بعد او تم اصلاحها ومراجعة الزباين فيها والحاجات اللي لسه مترجعتش وفيه مشاكل وناس بتشتكي منها فانت على ايه تنزل حاجة اللي فيها مشاكل نزل تحديث تدريجي وخليك دايما في الحاجة المضمونة لو تلاحظ ان بعد ما حدست الحاجات دي الويندوز ما بقاش ويندوز 8 ويندوز 10 هو الحد الوقت ويندوز 8 بس الابجريد اتنين بتاعه يعني لو حنيجي نبص مثلا على ستيجي هنا مثلا تبص على التليفون هتلاقي الموديل بتاعه مايكروسوفت الليومية 535 ويندوز فون 8.1 ويندوز 10 ابدأتوا لانهو الحد الوقت يعني في الخطوة الاولى ما بين ويندوز 8.1 وما بين ويندوز 10 هو ابدأتوا لان انا زي ما اتفقنا قلت له متحدثي كل ما تنزلش كل التحديثات مرة واحدة نزلها تدريجي وبرضو اتفقنا ان التحديث بيتم عن طريق ان انا بنزل برنامج ويندوز انسايدر في فيديو تاني هشرح لوكو فيه ازاي الناس اللي ما عجبهاش الويندوز سواء ال 8.1 او الويندوز 10 ازاي الناس دي ترجع تاني الويندوز 8.1 اللي كانت هي متعودة عليه وده في فيديو تاني شكرا كل اللقاء